عايزين بقى نروح لأخبار محترفيننا محمد أكيد ننتقل بقى من الدوري المصري ومواجهها إن شاء الله الأهل يكون موفق فيها لأيضا الأخبار الأوروبية يمكن ليفربول متقدم حاليا خارج أرضه بنتيجة 2-1 ومباراة مهمة جدا لليفربول كمان ده يخلينا فاضل خمس دعا لنهاية المباراة كابتن هاني وده يخلينا نروح لمحمد صلاح يمكن كان فيه من فترة تصريحات ليورجين كولوب حول التجديد مش حلوة جدا بالنسبة للمصرين أو مبشرة أو كان فيه بعض التكاهنات خرج بعدها وكيل صلاح بتعبير كده على تويتر فهم إنه هو ردا على كولوب ولكن النهاردة كولوب بيأتي بتصريحات مختلفة تماما مبشرة جدا إن الخطاط متقدمة في المفاوضات صحيح يوجن كولوب في اللي يمكن فيه يعني نتكلم على الشهور اللي فاتت كان عنده تحفز شوية في موضوع تجديد التعاكل مع صلاح وبيقول الموضوع في إيد الإدارة ويمكن مباحثات كان فيه نوع من أنواع التشاؤم شوية لكن النهاردة يمكن صرح تصريحات متفاعلة جدا وقال يعني الطرفين بيقربوا بشكل كبير جدا من التفاهم وبنودل التعاقد مع محمد صلاح وخلينا نتكلم إن يعني مش إحنا بس المهتمين بهذا التعاقد أو تجديد التعاقد مع محمد صلاح العالم كله بيترقب تجديد محمد صلاح مع ليبر بول اللي في اعتقاد الشخصي إنها سيكون خطوة مهمة جدا لصلاح وبعد وسائل الإعلام هي الأفضل كافتا؟ هي الأفضل ما فيه شك بعد وسائل الإعلام كمان إن ليبر بول بيقدم فيه حاجة اسمها هناك عقود مدى الحياة يعني عقود مدى الحياة الناس يعني بما معناها إن بيقدم لك عرض لمدة مثلا أربع خمس سنين قابل للتجديد كمان أربع خمس سنين وبالتالي بيكون ما يسمى بعقد يعني مدى الحياة محمد صلاح أكيد في اعتقاد الشخصي إنه لازم يكمل مع ليبر بول لحاجات كثيرة جدا يعني الناس بتتكلم مثلا على برشلونة بالضبط أنك بتعزق الحضرات برشلونة ما فيه شك إن مشروع تشابي مشروع مبشر جدا جدا على مستوى اللعيبة الموجودة على مستوى طموحات الإدارة على مستوى طموحات الجماهير ده يمكن الوقت اللي ممكن أقول لك فيه إن كان وقت كويس أول محمد صلاح يروح يكون نجمة كمان المشروع ده ما فيه شك ما فيه شك وبالتالي ممكن تكون إدارة ليبر بول حسد بدأ ممكن محمد صلاح من خلال كلامه مع وكيل أعماله ومن خلال خلي بالك فيه مستشارين كمان في الجزئية ديت يعني فيه حاجات حقصر إيه وحكسها بإيه حضرتك شايف إيه لا أنا شايف إن محمد صلاح في اعتقاد الشخص يكمل في ليبر بول نكمل في ليبر بول ويتحول لأسطورة في تاريخ من خلال الأرقام اللي هتتحقق من خلال السبورت اللي وقده محمد صلاح من جماهير ليبر بول والجماهير الإنجليزية من الثقة الكبيرة اللعيبة اللي موجودة معها ثقة الإدارة ثقة المدرب كل الكلام دوت ما بكلمش على فنيات لكن جزء مهم جدا في تحديد اتجاه اللعيب يعني محمد صلاح اللعيب نجمة عالمي يعني حيروح هناك لبرشلونة أكيد حيكون فيه استقبال لكن المغزون مغزون مفيش رصيد مفيش كرادة لية وبالتالي حيحاول يعمل رصيد جديد ومحمد صلاح قادر خلي بالك يعني أنا ما بقول محمد صلاح مايروحش برشلونة مش عشان يعني مش هيقدر برشلونة لا هيكون نجم كبير لكن على مستوى ليبر بول الأرقام اللي بيحققها إذا استمرت كمان إن شاء الله لاربع سنين ده حيكون أسطورة مش على مستوى ليبر بول على مستوى البريمير ليج على فكرة كمان ليبر بول لسه ثلاثة واحد بعد خروج صلاح وماني صلاح وماني خرجوا في ديئة 74 ده كندياز طبعا اللعب الكلومبي القوي السريع المميز بيحرز الهدف التالت لليبر بول نتيجة أعتقد مطمئنة بشكل جيدة خلاص يعني شبه حسمة الأمور لليبر بول ومرشح قوي للبطولة وكمان صلاح حضرتك اخترت الخيار اللي هو الأأمن وأن انت تكمل في تاريخك وتكتب تاريخ مختلف آه طبعا صلاح قادر على أنه هو الأوقفرية المدريد في برشلونة في أي فريق في العالم صلاح يقدر يكتب تاريخ ولكن زي ما حضرتك قلت وانا متفق مع حضرتك عشان تبدأ تبني العلاقة دي مع الجمهور هتاخد وقت وخصوصا أن صلاح لسه من الصغار في السن لا ده بالعكس انت ممكن تاخد الوقت اللي فاضل في مسارتك ان انت تخلد اسمك مع لليبر بول وده خيار مهم جدا واقع يا كابتان دهي دهي